موسيقى بعيدا عن العاصمة بغداد وعلى ساحل البحر الميت في الأردن جمعت قمة بغداد الثانية الأضداد والأنداد من جيران العراق ومحيطه العربي والإقليمي وبرعاية فرنسية على وقع أزمات سياسية واقتصادية وأمنية يعاني منها العراق وتعيشها المنطقة في البيان الختامي للقمة أكد المجتمعون حرصهم على دعم العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية في الوقت الذي فتح فيه العراق الباب على مصر عيه للتعاون الاقتصادي والسياسي من أجل تخطي التحديات والوصول إلى بر الأمان في حلقة اليوم بالعراقي نناقش سوية وبعمق نتائج وتداعيات مؤتمر قمة بغداد الثانية ونبحث في التحديات التي تعترض تنفيذ مخرجات تلك القمة على أرض الواقع خليكم يا أنا أهلا بكم في بالعراقي معكم علي الزبيدي بعيدا عن التصريحات السياسية والدبلوماسية للقادة المشاركين في قمة بغداد الثانية في الأردن وهي قمة التعاون والشراكة التي اختتمت الثلاثة نطرح اليوم تساؤلات بشأن ماذا تحقق وما لم يتحقق في الفترة الفاصلة بين انعقاد المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني لقمة بغداد تأكيد دولي وأكليمي في الحفاظ على أمن وسيادة العراق ودعم جهوده في الاستقرار والتنمية وعدم التدخل بشؤونه الداخلية على هذا اختتمت قمة مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة في البحر الميت بالأردن قمة تميزت بحجم التمثيل الدولي والإقليمي المشارك فيها بما يحقق مساعي الحكومة العراقية في انتهاج الوسطية والسعي للتهدئة بين الأقطاب الإقليمية والدولية في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية طرح تساؤلات عن المتحقق من القمة الأولى التي عقدت في بغداد العام الماضي هذه القمة هي مكملة للقمة التي حدثت في بغداد رغم إلى هذه اللحظة لم تنفذ كل الاتفاقات وكل الوعود وكل ما تم الاتفاق وما تم التوقيع عليه عندما أقدت في بغداد هذه القمة لربما تكون تهدئة أو تقريب الغايات تقريب المسافات والحاجات بين إيران والمملكة العربية السعودية وبين إيران والولايات المتحدة لربما هناك تهدئة قمة بغداد الثانية شددت في بيانها الختامي على دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي وتعاون معه في قطاعات عديدة تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي ومشاريع البنى التحتية وحماية المناخ وفي هذا الشأن أكد السياسيون أن للقمة عكاسات اقتصادية وأمنية على العراق والمنطقة في حال تحققت أهدافها أكيد فيه نفع أكيد فيه اقتصاد ناضج أكيد فيه وحدة تكامل ولكن الأفضل أن ينعكس على كل المنطقة العربية لكي تشكل أكبر اقتصاد في العالم بالتأكيد انعكاساته سوف تتم بشكل كبير على الجانب الأمني أولا في العراق فطالما أن هناك تعاون اقتصادي أكيد سوف ينعكس على الجانب الأمني في العراق القمة أحيت أيضا آليات تنفيذ التعاون الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة وأهمية تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت بينها والمشاريع الاقتصادية المترتبة على تلك الاتفاقيات بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي إلى جانب التأكيد على أهمية مشاريع التعاون مع دول المجلس الخليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بما ينعكس إجابا على المنطقة برمتها أهداف دبلوماسية واقتصادية وأمنية تسعى حكومة السودان الجديدة لقطف ثمارها في مواجهة التحديات التي تحيط بها والتأكيد على نهجها المعلن في اعتماد العلاقات المتوازنة مع دول المنطقة والعالم أسعد الزلزلي الحرة بغداد يشاركنا الحوار في حلقة اليوم من بغداد الدكتور محمد العقالي رئيس مجموعة الأبحاث والدراسات الاستراتيجية من عمان معنا الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية ومن أربيل السيد كفاح محمود الكاتب والباحث السياسي ضيوفنا الكرام أهلا وسهلا بكم في بالعراقي ومساكم الله بالخير دكتور غازي أبدأ وياك من عمان شنو اللي يتحقق من قمة بغداد واحد وشلون اختلفت هاي القمة عن بغداد اثنين هذا سؤال هوايا عراقيين يدعي سئلوه شكرا جزيلا استاذ علي وتحية لضيفيك الكرام أعتقد اللي يتحقق هو مجرد انعقاد القمة الأولى لاجتماع الأول يشكل تحول نوعي في تطوير علاقات العراق وانفتاح العراق اقتصاديا سياسيا أمنيا على دول الجوار الجغرافي هذا الفضاء للشرق الأوسط واحد من الفضاء الجيوستراتيجية المهمة على الصعيد المنطقة وعلى الصعيد الدولي والعلاقات الدولية خصوصا اليوم بعد الحرب الروسية على أوكرانيا تحولت الطاقة الغاز والنفط واحدة من العناصر الأساسية لتهم استراتيجيات أوروبا أمريكا الدول الصناعية الكبرى الصين قد لم يتحقق شيء يذكر بصورة جدية من نتائج القمة الأولى والاجتماع الأول هذا يعود للأطراف اللي وقعت على القرارات ورسمة السياسات لكن اليوم نحن أمام أيضا تحول جديد في هذا الاجتماع وإجماع للذهاب إلى توفير فرص جدية للتنمية للأمن للاستقرار للاستثمارات في العراق وأعتقد هناك نقطة مهمة يعني في بعد القمة الأولى كانت مواقف الإطار المعارضة للكاظمي واسعة ومنعت من أن تذهب بغداد نحو تطبيق أو تفعيل الاتفاقات اليوم هناك نوع من الانسجام بالتأكيد بين السيد السوداني وبين الإطار التي هي القوة السياسية الداعمة للسيد السوداني أيضا السيد السوداني اليوم طرح بوضوح مسألة الانفتاح على الاستثمارات بينما فيما سبق عدد من القيادات تربط الاستثمار بالاستعمار وهذه خطيئة كبرى أيضا السيد السوداني نشر في مقال قبل مؤتمر قمة الصين السعودية العربية إلى آخره في الشرق الأوسط اتحدث بوضوح عن الذهاب إلى إعادة هيكلة الاقتصاد والانتقال من اقتصاد الدولة رئيس مالية الدولة قبل قمة السعودية سيد السوداني حتى ذهب إلى الدعوة إلى اقتصاد عربي متكامل بالضبط إذن إذا فعلا أتيح للسيد السوداني دعم أقليمي دعم دولي دعم داخلي في مجلس النواب للسياسات التي سيرسمها مؤكد ستكون هناك إجراءات وخطط للتنفيذ بعض الاتفاقات المهمة تخدم التنمية المستدامة في العراق شكرا دكتور دكتور محمد أهلا بك في بالعراقي إذن جزء من التحديات التي كانت موجودة في أيام سيد الكاظمي اليوم ما موجودة على الأقل داخليا يعني هذا جزء من وجهة نظر دكتور غازي اليوم شلون تختلف تحديات السيد السوداني والإرادة العراقية للاستفادة من هكذا مؤتمر وهكذا قمة دولية أصلا عنوانها هو عراقي قمة بغداد شلون العراق ممكن يستفيد ممتن منك أستاذ علي على هذه المقابلة وتحياتي إلى الأخوين الأستاذ كفح والأستاذ غازي وكذلك إلى جمهور قناتكم الموقرة أهلا نسأل يعني بطبيعة الحال العلاقات الخارجية وحالة التكامل بالعلاقات ما بين بلد وما بين باقي البلدان تعتمد بشكل أساس على رؤية الحكومة ورؤية الدولة حيال هذه العلاقات وتكاملها ثانيا ترتكز بشكل أساسي على ما موجود في الداخل من رصانة سياسية من تكون هناك حالة التكامل الداخلي حتى يكون نتاج للتكامل الخارجي مع باقي الدول وهذا ينعكس على السياسة الخارجية ينعكس على الانتفاقات التي سوف تتم في العراق للأسف لا توجد هناك حالة التكامل السياسي وحالة توحيد الرؤى العراقية من المكونات السياسية العراقية باتجاه تكوير رؤية واحدة إلى العراق وهذا ما عانى منها العراق في الفترات السابقة مرة تعتمد على شخص رئيس الوزراء ومرة أخرى تعتمد على الكتل السياسية المناوئة إلى عمل رئيس الوزراء وشخص رئيس الوزراء أو ما بين الكتل السياسية نفسها في بعضها البعض بالإضافة إلى الأجندات الخارجية التي هي تعمل في المساحة أو الساحة العراقية والتي تستقطب هذه الكتلة أو هذا المكون أو ذاك المكون أو هذه الكتلة أو تلك الكتلة باتجاه تخندقات الآن يبدو أن السيد السوداني قد أقنع الأطراف منها تحالف إدارة الدولة بأن تنفيذ البرنامج الحكومي والذي سبق هو المنهاج الحكومي الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصوتت لإتجاه السيد السوداني من ضمن المنهاج التي صوتت عليه الكتل السياسية داخل قبة البرلمان هو حالة التكامل بالعلاقات ما بين العراق وما بين الدول المحيطة بالعراق هذا واحد وما بين العراق والدول الكبرى والعظمى باتجاه باقي الدول فبالتالي السيد السوداني برؤيته لابد أن تكون هناك حالة التنفيذ إلى الاتفاقات يعني هذه المؤتمرات يعني مؤتمر الأول بنسخته الأولى وهذه النسخة الثانية أعتقد فلسفة هكذا مؤتمرات هي ترطب المناخات تهيئ الأجواء إلى أن تكون ميسرة إلى الأعمال لكن تبقى مهمة الوزارات التنفيذية الفنية ووزارة الخارجية كيفية ترجمة هذه الاتفاقات وسرعة ترجمة هذه الاتفاقات إلى واقع عملي ملموس يتلمس منه الشارع العراقي والإعلام بأن الاتفاقات في النسخة الأولى طبقت وسوف تستكمل في النسخة الثانية هذا القطع الموجود في التنفيذ داخل العراق هو مرتهن بالوضع السياسي شهدنا توترا سياسيا في الوضع العراقي في نهاية حكومة السيد الكاظمي قد عرقلت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الأول لكن أعتقد السيد السوداني عازم على تنفيذ كل الاتفاقات كونه حضر المؤتمر الأول في الرياض ما بين المجموعة العربية والصين وكذلك الآن في عمان في البحر الميت بأن هناك مؤتمر يخص بغداد وأعتقد سوف يعمل توليفة جيدة توليفة ما بين المؤتمرات وما بين توجهات الدول حيال الشراكة مع العراق على مستوى الطاقة شكرا دكتور محمد على مستوى الأمن هذه جميعها سوف تصبح في مصطحة العراق شكرا دكتور محمد أسمع من أستاذ كفاح أستاذ كفاح على الرغم من أنه قلنا أن المؤتمر قمة بغداد اسمه عراقي بغداد 2 رغم هذا أستاذ كفاح أكو ملفات أقليمية ودولية يعني شو يبدو أنها طغت على هذه القمة يعني الجانب الإيراني يحكي عن تفاوض مع السعودية وقرب فرصة العودة إلى الاتفاق النووي الجانب الأردني يحكيون أيضا على ملفات تتعلق بالأردن إلها علاقة باللاجئين السوريين إلها علاقة بموضوع آخر أيضا تجي نسمع موضوع حتى الأزمة اللبنانية كان لها حصة التي طبعا يرعى حلها الرئيس الفرنسي سؤالي إلى أي مدى ازدهار العراق يعتمد على حل مشاكل الناس أي جرد أقوله أستاذ علي مساء الخير كل الهلبية عليك وعلى زميلين دكتور محمد ودكتور مغازي يعني ما ذكرته صحيح تماما وينطبق عليه المثل الدارج العراقي كل واحد يبتشع الميت يعني المؤتمر مؤتمر بغداد اثنين كل من يغني على ليلة تم البحث عن العلاقة بينه نعم أو يبتشع الميت على الاعتبار نحن الغنى شوية أفضل من البتش ربما هذه مبررة ربما هذه الأقرب لأنه كان للعراق دور دبلوماسي في تقريب مشهات النظر بين الرياضة وبين طهران ربما إذا ما حصل خير تداعياتها ستفيد العراق لكن أستاذ علي ربما أتفق وأختلف مع الزميلين في موضوعة المؤتمرات مثل على هذه الشاكلة تذكر معي مؤتمر الكويت ماذا جنة العراق من مؤتمر الكويت لمساعدة العراق كل مؤتمرات القمة العربية من تأسيسها في جامعة العربية وحتى هذا اليوم ماذا جنة الشعوب العربية من تلك المؤتمرات أنا أعتقد نحن خير من يعقد المؤتمرات ويكتب البيانات لكن حين نأتي في مرحلة الحصاد لا نرى أي حصاد أو أي شيء ممكن أن تستفيد منه هذه الدول ربما كما قال الزميل العزيز الدكتور غازي إنها فتحت بابا لانفتاح العراق نوعا ما مع المحيط لأنه دعنا نكون واقعيين العراق منذ 2003 لحد هذا اليوم أبوابه الشرقية فقط مفتوحة الأخرى لا أقول مغلقة لكنها شبه مغلقة أبواب السعودية أبواب الكويت الباب العربي برمته وحتى الباب التركي رغم أنه تركيا شريك اقتصادي مهم جدا للعراق عموما أنا أعتقد كما قال الزميلين بأنه فرصة ربما للتكامل لكنني أركز على مسألة مهمة هنا خلافات سياسية حادة جدا يعني مع العراق مع كل الأطراف متفق مع الدكتور محمد مسألة وحدة الخطاب السياسي العراقي تؤثر بشكل بالغ جدا على إداء الخارجية العراقية أو على إداء رئيس الوزراء العراقي وعلاقاته مع دول الجوار بمعنى أنا أعتقد لو نركن إلى الجانب الاقتصادي وندع الخلافات السياسية جانبا وكانت بداية صحيحة في مؤتمر بغداد الأول يعني مسألة التكامل الاقتصادي مسألة الربط الكهربائي مسألة التعاون ما بين مصر والأردن والعراق وهم الأقرب إلى بعضهما بتوسيعه أكثر بالانفتاح على الخليج أنا أعتقد الخليج قوة عظمى في المنطقة علينا طبعا أنا حينما أقول خليج أعني كل دول الخليج بصرف النظر أن الخليج لديه رؤى أو الفئة الحاكمة في العراق لديها رؤية ربما سلبية تجاه سياسة الخليج لكن في الأخير التكامل الاقتصادي سيضع لنا أسس بناء علاقات رسينا مع كل هذه الدول دون الخوف في الخلافات السياسية باذا يهم المواطن العراقي أن تكون الإنوارات مطبعة مع إسرائيل أم غير مطبعة وكذا الحال مع البحرين ومع الأردن أو أي دولة من الدول العربية هذا شأن داخلي لا علاقة لنا به أنا أعتقد الآن حان الآن للواقعية في التعامل مع كل الأحداث لبناء لإعادة ترتيب الوضع في العراق وإعادة إعماره دعنا نكون واقعيين العراق هذه النقطة تحديدا هذه النقطة تحديدا أنا أريد أحكي بها بعد الفاصل أستاذ كيف أحذرني للمقاطعة حتى ما أروح وقت الفاصل يروح أريد أحكي بمسألة الاقتصاد لكن أستأذنك لدينا فاصل سريع وبعد الفاصل قمة بغداد 2 في الأردن رسائل دعم اقتصادية للعراق كيف ستترجم على أرض الواقع خليك ميان أهلا بكم مرة أخرى جائحة الفساد ودعم إجراءات الحكومة العراقية في مكافحته جاءت خلال كلمة رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني خلال قمة بغداد 2 التي عقدت في الأردن حيث أكد السوداني على تمسك بلاده في بناء علاقة وثيقة مع كافة الدول وضعنا مكافحة الفساد المالي والإداري في صلب أولوياتنا وقد بدأنا عمليا حملة مكافحة الفساد بدءا من أعلى المستويات ونطلب من الدول للشقيقة والصديق مساعدتنا في استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة نؤكد أن العراق متمسك ببناء علاقات تعاون وثيقة ومتوازنة مع كل الشركاء الأقليميين والدوليين نعود لمواصلة الحديث مع ضيوفنا الكرام وأعود لدكتور غازي دكتور غازي هذه نقطة يمكن غادرها كثر لكن العراق لا زال يتحدث فيها وهي مسألة إعادة الأموال التي خرجت من العراق الأردن دخلتها أموال كثيرة ودول كثيرة أيضا ذهبت لها أموال عراقية حساب بعضها هجرة طبيعية لرأس المال العراقي وبعضها بملفات مشتبه بها مدى واقعية أن العراق ممكن يرجع هذه الفلوس والعراق المفروض يركز على هذا الموضوع لو يركز على إيقاف نزيف أموال الفساد من العراق نعم أنا أعتقد أولا بالتأكيد يذهب إلى استراتيجية لإيقاف نزيف الفساد المالي البنوك الوهمية الشركات الوهمية العقود الوهمية الصفقات الوهمية المكاتب التصريف التي تشكل شبكات لتبييض الأموال وتهريبها خارج العراق شبكات إقليمية هذا كله يفترض أن تضع إلى الحكومة العراقية والسلطات المختصة حد فاصل النقطة الأخرى الذهاب إلى الأموال التي هربت هربت وهي أموال يعني مخسولة مثل ما نقول وهي أصلا غير شرعية وهربت إلى خارج العراق الآن موجودة باستثمارات موجودة في بنوك وأذكر يعني الإشارة إلى أكثر من ترليون وثلاثمية وعشرين مليار دولار وصل حجم هذه المبالغ مهربة كانت أو هناك عبث أو هدر لهذه الأموال وكما أشار رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أنه كان يتحدث عن ترليون الآن يتحدث عن ترليون وثلاثمية وعشرين لكن هذه الاستعادة للأموال تطلب اللجوء إلى الشركات القانونية المكاتب القانونية المختصة وهي موجودة في بريطانيا للشارتر وغيرها لفحص كل المستندات للبنوك للمصارف العراقية التحويلات البنك المركزي وبالتالي يتم الكشف عن الأموال الغير المشروعة التي تم تهريبها من خلال البنوك والمصارف والمكاتب والمافيات أيضا يرتبط بالفساد المالي اليوم موضوع شبكات ومافيات تهريب النفط عندما تحدث عن 300 ألف برمين نفط يوميا يتهرب من البصرة وفق تقرير الحرة خطير إضافة لتهريب من مناطق أخرى تهريب الآثار تهريب المخدرات يعني كل هذا التهريب هذه الجريمة المنظمة هي عامل أساسي في غسيل الأموال بالنهاية لأن كل الأموال غير المشروعة يتم تهريبها عبر غسيل الأموال وتهريبها إلى عبر هذه الشبكات إلى الخارج إلى البنوك إلى استثمارات ممكن إلى أسلحة ممكن إلى منظمات إرهابية وغيرها من التفاصيل الاستعانة بمكاتب القانونية مسألة جدا مهمة أيضا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما لاحظنا قبل أيام بدأت تلعب دور عبر الفيدرالي الأمريكي بالتنسيق مع البنك المركزي للتحكم بمسألة حركة الدولار يعني أكشف هذه الحركة وتقييدها يعني كيف يعني كيف اللي حصل بالماضي مثلا 360 مليار دولار أنفقت لستة آلاف مشروع لا المشاريع موجودة ولا الدولارات المليارات موجودة كلها اختفت ولا هناك حساب ولا هناك حساب إذن العقود اللي وقعت وهمية أو غيرها من التفاصيل أعتقد المكاتب القانونية الولايات المتحدة الأمريكية البنوك الموجودة في الدول الصديقة أيضا هناك خبرة لدى الاتحاد الأوروبي هناك قوانين تتعلق بموضوع مواجهة الفساد المالي شكرا دكتور وتبيض الأموال كذلك في الأمم المتحدة نعم طيب دكتور محمد يعني ما صار موضوع مخفي أنه مشكلة العراقية مشكلة فساد ومشكلة إدارة ومشكلة اقتصادية بالأخير يعني البلد اليوم إذا أكو باستقرار وما باقي فساد البلد يصير بضع أفضل يعني هذه صارت تقريبا بديهية خلينا نقول لكن اليوم العراق عندها موازنة انفجارية دكتور محمد عندها يعني أن كان منع أرقام الموازنة لكن المفروض ستكون موازنة انفجارية احتياطي نقدي هو الأفضل في تاريخ العراق استقرار أمني لافت هذه جزئيا هميا الحكومة تقول لديها الرغبة لتحقيق اختلاف عن سابقاتها ينجح السيد السوداني وإذا ما رح ينجح شنو اللي يدي عيقه يعني قد تكون منهجية السيد السوداني تختلف عما سبقه من عمل لرؤساء وزراء باعتقادي السيد السوداني ولأول مرة سوف يعمد على ربط البرنامج الحكومي وليس المنهج البرنامج الحكومي الذي هو أعد وكتب من قبل الغزارات الجديدة في رئاسة السيد السوداني مع الموازنة هذا موضوع لم يكن معمول به وكبريات الشركات المستقرة اقتصاديا ومنهجيات الحكومات المستقرة تربط البرنامج الحكومي مع الموازنة كي تعرف وزارة المالية البرنامج الحكومي الذي فيه توقيتات وفيه أولويات وفيه المشاريع التي من الممكن أن تكون أقصد هنا المشاريع استثمارية وكذلك أقل من الاستثمارية هي تكون لديها الأولوية بالإنفاق والتمويل ومن ثم تكون هناك المتابعة التتبع والمراقبة إلى الحركة المالية النقدية إلى المشاريع التي هي أقرت في البرنامج الحكومي سوف تسهل عملية المراقبة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومن ثم تكون هناك حالة التقييم السيد السوداني لديه مهارة في حالة التقييم كونه كان في مجلس النواب السابق أنه هو رئيس لجنة تقييم وقدت على إعداد نماذج من المعايير ومجدولة وفيها تقييمات حقيقية إحصائية على المؤسسات التي يرأسها المسؤولون الذين في التقييم سوف يوضح أداءهم منتجين أو غير منتجين هذا سوف يعدل الكثير من الموازين المختلة في الموازنة العراقية التي فيها منافذ وثغرات إلى الفساد دكتور محمد تقول أن العراق سيستفيد معناها في زمن السيد السوداني سيستفيد من هجم مؤتمرات بنتائج على الأرض شوف إذا رجعنا إلى المؤتمر سألت سؤالك سأل علي ودتنا للعمق العراقي أنا أريد أن أطوقت أيضا لأستاذ كفا نعم معك نربط الآن ما يجري في الوضع الداخلي للحكومة العراقية من إجراء الإصلاحات وتعديل المنهج ورؤية الحكومة حيال المشاكل ورؤية الدول المحيطة بالعراق كيف تنظر إلى العراق من خلال نستنبط ونستنتج من كلمة السيد السوداني ومنهجيته مع المنهاج الحكومي نجد أن السيد السوداني يريد أن يعمل توليفه ما بينه ما يجري من خفض التصعيد في منطقة إقليم شرق الأوسط وهذا عامل مهم بأن تكون هناك الإسراع بربط وتكامل العراق مع هذه الدول وما بينما يجري من العراق أي الرسائل الإيجابية التي أطلقها السيد السوداني باتجاه الدول من حيث الجانب الاقتصادي والجانب الأمني والجانب الدبلوماسي كانت رسائل إيجابية هذه الدول كانت مجتمعة ومن ضمنها إيران والتوليفة هذه المفروضة تطلع بنتيجة للشارع والأمم المتحدة تلمست هذه الرسائل من خلال العمل الحثيث للسيد السوداني في أدائي الحكومي العراق عند دعم دولي هذا هو المهم عند دعم دولي والرئيس الوزراء العراقي عند دعم المفروض داخلي الكتل الذي دعمته هي الأقوى اليوم في العراق فهذه هي التوليفة كيف يستفيد منها المواطن هذا همنا دقنا ومدقوقنا مثل ما يقولون همنا دعنا أرجع كاكا كفاح كاكا كفاح واحدة من النقاط التي حجبها الرئيس الفرنسي السعد رجال أجي من أوروبا وخسران كاس عالم وهم أجي ومشلوع قلبه يحشى على العراق قال أمن الطاقة والغذاء والاحتباس الحراري والربط الكهربائي والتغيرات المناخية كل هذه الملفات الرئيس الفرنسي يقول هي أولوية في التعامل مع العراق طبعا ملفات مهمة مردوداتها مهمة بذاتها وإلها انعكاسات اقتصادية أستاذ كفاح هل العراق قادر على أن يستفيد من هذه الملفات وهذا الدعم والله أستاذ علي مع جل احترامي يعني الدور الفرنسي لكن أيضا فرنسا تبحث عن مصالحها كما تبحث معظم هذه الدول التي شاركت في هذا المؤتمر عن مصالحها يعني الوضع واضح جدا أما مسألة يستطيع أو لا يستطيع أنا أعتقد نحن يعني أعود إلى ما قاله الزميل العزيز الدكتور محمد الإشكالية بتقديلي تقع داخلية أكثر مما هي خارجية نحن منذ 2005 لن أحتسب من 2003 إلى 2005 لأن كانت فوضى من 2005 وقيام الحكومة السيد المالكي الأولى وحتى حكومة السيد السوداني يعني عملية حسابية بسيطة أستطيع أن أحكم وأنا يعني واثق بأن البرنامج الحكومي برمته كان فاشلا فاشلا والفاسدين كانوا مسيطرين على العملية بكل مفاصلها من العار جدا أن تكون دولة غنية بهذا المستوى نسبة الفقر بها تجاوزت الأربعين بالمئة كمحصنة نهائية وهذه بإحصائيات وزارة التخطيط العراقية أكثر من عشرة ملايين عاطل عن العمل لدينا إشكاليات رهيبة في الخدمات أنفقنا عشرات المليارات على الكهرباء ولا تزال نسبة تغذية الكهرباء لا تتجاوز نصف اليوم سواء في القليم أو خارج القليم بقية محافظات العراق بمعنى التحدي في الداخل مسألة الملاحقة الذين هربوا هذه الأموال يا أخي القاضي والجلاد هم نفس الشخص من سيتابع هؤلاء لا أعتقد أن السيد السوداني يمتلك هذه المساحة الكبيرة من الحرية في التصرف السوداني نتمنى جميعا أن ينجح وأنا متفائل أيضا مع زميلين ولكن الآليات التي يريد أن يستخدمها السوداني معطلة جدا بأنه عنده دعم من كل الكتل المهمة في العراق ما تفرق يا سيدي الفاضل كان المالكي في حكومته الأولى أيضا مدعوم من التحالف الكردستاني ومن الأحزاب السنية ومن التحالف الشيعي كان موحد أكثر من اليوم لم يكن منقسم حكومته الثانية إلى حد ما سيد عبادي في وقتها قال الكثير جاء المنقذ أرجع أياك سمعتنا أحد يمثل الحكومة العراقية أقول لك الأقليم هم مختلف دول الأقليم كلها وياك وكلها تريد لك الخير والعالم تجيك من مشارق الأرض ومغاربها دول الأقليم أستاذ علي لا تتفعل كثير بدول الأقليم الله يخليك دول الأقليم هم راكضوا على مصالحها يعني ما عندها شغل وعمل إلا تجي تنقذ العراق من وضعها إذا العراقيين لم ينجحوا في إنقاذ نفسهم ويعاد ترتيب أوضاعهم في الداخل الدول الأقليم ما تورط نفسها في ملفات أنا أعتقد هم متورطين الآن في كثير من ملفات الفساد أين الأموال العراقية أين ذهبت تبخرت ذهبت إلى المريخ حوالي لم تذهب بعيدا في إيران نرجع لدول الأقليم أسألتك صغير الفاصل نرجع على دول الأقليم فأسوار الفاصل أستاذنك أستاذ كفاح فاصل سريع ونحتي بعدها على دول الأقليم توافق ودعم دولي لدعم العراق وعدم التدخل بشؤون الداخلية كيف سترجم هذه الوعود على العراق ودول جوار العراق نرجع بعد الفاصل أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من حلقة اليوم بالعراقي تلقى العراق مجموعة من رسائل الدعم الأوروبية والأممية كان من ثمارها إعلان الاتحاد الأوروبي تمديد عمل بعثة في العراق لعامين مقبلين نرى التقليل ونرجع أول ثمار الدعم العربي والدولي في مؤتمر بغداد الثاني تلقاها العراق بإعلان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تمديد عمل البعثة الأوروبية في العراق إلى عام الفين واربعة وعشرين مؤكدا ضرورة العمل الوثيق مع بغداد ودول المنطقة وإبداء الدعم للإصلاحات التي يجريها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ومشددا على ضرورة إبعاد العراق عما وصفها بحروب الوكالة إن العراق لا يمكن أن يكون سحة معركة بالوكالة بل ينبغي كما كان لفترة طويلة بل ينبغي أن يكون جسرا أو يبني الجسور إقليميا والتي تسهم بتقليل الإضطرابات الإقليمية ممثل الاتحاد الأوروبي وجه دعوة رسمية لرئيس مجلز الوزراء العراقي لزيارة مقر الاتحاد في بروكسل وأعلن عن عقد اجتماع على المستوى الوزاري بين الاتحاد والعراق في النصف الأول من العام المقبل وأبدأ دعم القارة العجوز لحكومة السوداني التي قال أنها وضعت حدا للفترة المطالبة التي شهدها العراق على حد تعبيره إن الاتحاد الأوروبي هو صديق حقيقي للعراق ويقف مستعدا لدعم رئيس الوزراء السوداني والتزام بالقيام بالإصلاحات الشاملة كما طالب بها الشعب العراقي ذاته رسائل مساندة دولية أخرى جاءت على لسان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلازخارت التي أعادت التأكيد على دعم جهود السوداني في رعاية الحوار ودعم الاستقرار بالمنطقة الأمم المتحدة تأمل من هذا المؤتمر وبناء هذا التعاون قائما وأن نتطلع قدما بالتالي نقف دائما لتقديم المساعدة والدعم لكم جميعا بلازخارت شددت أيضا على تواصل الدعم الأممي لسيادة وسلامة الأراضي العراقية ونهج سياسة حسن الجوار وضرورة اتباع الدم الماسية في حل الخلافات ويأتي مؤتمر بغداد للشراكة في ظل خطوات إصلاحية اتخذها رئيس الوزراء السوداني لمحاربة الفساد وملاحقة الإرهاب والقضاء عليه وسط كم من التحديات الأمنية والمناخية التي تعيشها المنطقة والتي يهدف المؤتمر لإيجاد أرضية مشتركة بين المجتمعين من قادة الدول نحو حلول ناجعة نعود لإكمال الحديث مع ضيوفنا الكرام ودكتور غازي الآن نتحدث عن الدور الأقليمي دول المنطقة وتأثيرها وتأثرها بما يحصل في العراق دكتور غازي وزير الخارجية الإيراني يقول بأن القمة الأقليمية قد تشكل الفرصة لتحريك المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران والمتعثرة منذ أشهر أهمية هذا الهدف في هذه القمة وكيف يمكن أن ينعكس هذا الهدف على ازدهار العراق صار اتفاق نووي أو لا ما صار نعم نعم أعتقد أستاذ علي هذا الموضوع مهم جدا ومن وجهة نظري عودة الهلاقات الدبلومازية بين الرياض وطهران هدف دبلوماسي محوري بمعنى الذهاب لا نزع فتيل الأزمة المستمرة بين طهران وبين الرياض طبعا أكيد هذا سينعكس على موقف إيجابي من طهران تجاه دول الخليج العربي التي تشعر بقلق من التهديدات البالستية طائرات المسيرة حرب اليمن الحوثيين المشاكل بالعراق موضوع اليمن العفو لبنان حزب الله سوريا الدور الإيراني في سوريا إذن هناك قلق من هذا الدور الإيراني إذا عادت العلاقات الدبلوماسية من المؤكد ممكن يكون هناك مفاوضات ممكن يكون هناك حوار ممكن يكون هناك ضغط سياسي دبلوماسي على صانع القرار في إيران لأن باستمرار قطع العلاقات الدبلوماسية يؤدي إلى مشاكل سلبية غير محمودة لذا أعتقد هذه الخطوة مهمة جدا ونتمنى فعلا وأعتقد قطع أو شوط مهم البلدين في عودة العلاقات الدبلوماسية هناك استعداد من قبل القيادات في البلدين دكتور غازي أنا كان شؤالي على الاتفاق النووي الاتفاق النووي إذا أمريكا والدول الأوروبية وافقت ورجعت للاتفاق النووي تحديدا الولايات المتحدة إذا رجعت للاتفاق النووي هذا ممكن يسهم بازدهار العراق شلون نحن بالقدر الذي ينجح به المجتمع الدولي الولايات المتحدة الأمريكية إقليم الشرق الأوسط الدول العربية بنزع فتيل الأزمات والضغوط عن إيران رفع العقوبات عودة المهم كيف ممكن تعود إيران كدولة طبيعية اليوم إيران ليست دولة طبيعية اليوم إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة تتدخل بالشؤون السيادية للدول تنظم ميليشيات مسلحة تمارس عملية تغيير ديمغرافي بسوريا في لبنان ممكن بالإراق ببعض الأحيان مشاكلها في اليمن كثيرة هذا خطير الدور اليوم هو دور تصدير الايديولوجية للثورة الإيرانية لولاية الفقه طبقا للدستور على إيران أن تقدم تنازلات جدية أمام المجتمع الدولي تعترف وتلتزم بالقانون الدولي وبالميثاق وبعدم التدخل بالشؤون السيادية للدول ليس فقط عن طريق الخطب أو بعض التصريحات التي لا تجد طريق للتنفيذ نريد إيران مسالمة حقيقية نريد إيران تعمل من أجل تنمية علاقات اقتصادية سياسية ثقافية بينها وبين دول الجوار بعيدا عن الهيمنة اليوم إيران من وجهة نظري الشخصية تلعب دور للإمبريالية الإقليمية في المنطقة وهذا خطير دون أن تراجع إيران سياساتها لا يمكن للمنطقة التهدب إلى سلام ووفاق وأمن متبادل شكرا دكتور غازي دكتور محمد نفس هذه النقطة تصريحات عبدالهيان الأخيرة يقول بها أن الإيرانيون سيلتقون مع السعوديين بصورة مباشرة في جلسات مباحثات جديدة إلى أي مدى هذا التقارب يسهم أو سيسهم في ازدهار العراق وهذه هي مكانة العراق ومكان العراق الحقيقي بأنه لابد لتقريب وجهات النظر ما بين الدول المتخاصمة والتي في علاقاتها حالة الشد والتي من الممكن لهذه حالة الشد أن تخلق توترات متعددة على عدة سعود للدول المجاورة وخصونا البلدان الهشة العراق يعتبر في التصنيفات من البلدان الهشة في المنطقة فبالتالي أي شد يخلف توتر في العلاقات على جميع السعود العراق يتأثر أولا فبالتالي قمة بغداد في البحر الميت باعتقادي هي ليست فقط للعراق وإنما للعراق وللدول التي لها مصالح في العراق والعراق له مصالح مع هذه الدول وكذلك كيفية ربط المصالح مع الدول المتقاطعة الدول التي لديها حالة التقاطع المستمر طيلة الفترة المنصرمة فبالتالي العراق هيئة هذه الأرضية لتقارب ما بين الرياض والطهران ونجح في محاولات ومراحل عدة في بغداد وفي الرياض وكذلك في طهران نجح إلى حد كبير وكان دور العراق محمودا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إيران باتجاه تنمية قدرة العراق على جمع الأضداد في العراق أو في المؤتبرات التي يناقش الوضع العراقي وباقي كل الخوف يا دكتور محمد واللي الناس تحتي به مرات تقول كل الخوف أن مرات الأضداد يتلاقون وانت تبقى ما مستفيد هذا الذي هو العراقي مرات يحتي به وهذا تعتمد شوف أنا هنا عندما تكلمنا على البعد الداخل العراقي وأثنى عليه الأخ كان اتفاق نووي بال2015 يعني هي بها البساطة لا لا شوف اسمحلي أريد أضرب لك مثال على ما تحدثت به يعني الوضع الداخلي ترصين ورصانته هو ينعكس بالإيجاب على العراق العراق عندما تعرض إلى تهديدات وضرب قصف من قبل تركيا ومن قبل إيران الأخ الكرد أكبر فيهم هذه الخطوة عندما لجأوا إلى بغداد وكانت هناك اجتماعات مستمرة وغرف عمليات أمنية وعسكرية تنسيقية ما بين بغداد وكذلك أربيل فبالتالي هذه حالة التنسيق عندما تزداد حالتها بالتصاعد وهناك واقع عملي تطبيقي لهذا التنسيق باعتقادي هنا يستفد العراق يستفد من التقارب الأمريكي الإيراني باتجاه البرنامج النووي وإيران شئنا بينها دولة مؤثرة دولة معترض عليها دولة مؤيد لها من الباقي الأطراف هي أطول حدود مع العراق أكثر طبعا طيب نتعامل مع شوف كلمة السيد السوداني تتعامل بها بالطريقة المناسبة نعم 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 نتعامل مع إيران وفق ما طرحه السيد السوداني في مؤتمر بغداد في البحر الميت على أن هناك يفترض احترام سيادة العراق والعراق اللي يكون ممطلقا بالهجمات على جيرانه ومن ثم تكون هناك العلاقات والمصالح المشتركة يفترض يفترض بهذه النقطة دكتور محمد أعذرني بهذه النقطة تماما أريد أروح للأقليم أريد أسمع من أربيل وأريد أسمع من ضيفنا العزيز كاكا كفاح أستاذ كفاح يعني تركيا في عبر وزير خارجيتها قال أن العراق يشكل تهديدات على تركيا بالمؤتمر نفس الأمر الجانب الإيراني يقول العراق يشكل تهديد أدري هو العراق يشكل تهديد لو هم يضربون العراق يعني ما هي ما أدري هيا هي هيا هي منهم زين إذا العراق يسبب تهديد العراق لماذا لا يأخذ خطوات تجاه إيقاف هذا التهديد ونظني أظن أن نحجي بها مثل البيضة والدجاجة قبل أن أجاوبك عن هذا الموضوع في مؤتمر 21 إذا تذكر وزير الخارجية الإيراني وقف بالخط الأول مع زعماء رؤساء الدول وهذا طبعا خرق للبروتوكول أنا أعتقد زميننا الدكتور غازي أشتر من عدنا أكيد لأنه بالمؤتمر ما الأردن الرجل وقف ضمن البروتوكول وقف بالخط الثاني وهذا يعطينا صورة للوضع السياسي كل مرة يكرر مرة سواء هل مرة أعرف خلي الموضوع هل نحن نحن في الجلسة الثانية فاضل كمل ساكيفة لا أزيزي مايسترو ما خلى على كل حال هذا الوضع بالتأكيد كما قلت لك طالما هناك نفوذ بهذه الهيمنة من الصعب جدا أن نجد حلول لكثير من الإشكاليات مع دول الجوار سأكرر لي السؤال لأنه أنا ذهبت بعيدا إلى صورتين الصيغة أبسط منه تشاريد أقولها أنه إذا أنت تتحاول تقرب كعراق تتحاول تقرب وتستفيد من كل الإلاقات ما بين الأقليم وما بين حتى الدول دولي يعني دور دولي وأقليمي عندك مشكلة ويا دولتين الإراق يبدو ماذا يقدر يحلها لحد الآن ولمفرض الأولى أن الإراق تركيا وإيران ويا تركيا ويا إيران طبعا وهذا هنا أيضا هناك إشكالية كبيرة أستاذ علي ضمن هذه العشقة السياسية أنا أطلقت عليها هذه التسمية إيران تدعم حزب العمال الكردستاني التركي في سنجار وفي سهل نينوى وتمده بالأسلحة واعتبرته أحد ألوية الحجر الشعبي حتى رواتبهم تسليحهم تدريبهم طيب شنو علاقة إيران بحزب العمال الكردستاني المناهض إلى تركيا تركيا أيضا تحت مبرر وجود عناصر مسلحة في منطقة قنديل من الحزب العمال التركي تقوم بزرع قواعد هنا وهناك وتقصف أكثر من 800 قرية تم تدميرها وهجرها سكانها في شمال دهوك وشمال أربيل الحكومة الاتحادية فقط كما قال الزميل الآن في القصف الأخير الإيراني الأخير حينما ذهبت القيادة الكردستانية إلى بغداد وقالت دعونا نحل هذه الإشكالية هذا وطن للجميع والوطن يتعرض إلى هجوم إيراني وتركي في آن واحد والهجوم يحصل في سنجار وفي نينوى وفي كردستان هناك تطور إيجابي في التعامل مع هذا الملف لكن أيضا نحن نعاني من إشكالية من سيستطيع أن يطرد حزب العمال الكردستاني التركي من الأراضي العراقية من سيستطيع أن يقنع الأهزاب الإيرانية المعارضة أن لا تهرب أسلحة أو أن لا تستخدم الإقليم لأغراض عدوانية ضد إيران هذه العملية شائكة تحتاج آلية آلية بتقديري ليست أردنية ومصرية وفرنسية تحتاج آلية مؤتمر بين طهران وأنقرة وأب أربير وبغداد لكي يحل هذه الإشكالية والمبررات التي تتعكس عليها كل من طهران وتركيا في أطماعهم ونفوذهم ومصالح المركز والأقليم واحد يتهم اللي أخبر هذه الملفات ليست حتى إيران وتركيا المركز والأقليم يتهمون بعض بهذه الملفات هذا جزء من المشكلة هذا جزء من عدم الوضوح ما بين الاثنين هذا جزء من هذه الكرة المتدحرجة من ألفين وخمسة ورحة هذا اليوم حالها حال المادة 140 حال الموازنة حال كثير من الإشكاليات هناك عدم ثقة نتمنى الآن وهناك خطوات إيجابية بهذا الاتجاه أن يذهب الجميع في بيئة من تبادل الثقة لحال هذه الإشكاليات دكتور غازي بـ 30 ثانية هل ازدهار العراق يعتمد على العوامل الداخلية أم خارجية ازدهار العراق بالتأكيد بالدرجة الأولى يعتمد على العوامل الداخلية على خدرات الموارد البشرية إدارة الدولة بصورة ناجحة الذهاب إلى استراتيجية للتنمية الشاملة جدية تذهب إلى تنمية مستدامة الانفتاح على الاستثمارات الإقليمية والدولية الانفتاح على موضوع العلاقات الانفتاح شكرا دكتور غازي أعذرني خلص وقت البرنامج دكتور غازي أحقق عليه أعذرني ما بقى أدي وقت أشكركم ضيوفنا الكرام من بغداد دكتور محمد العقالي رئيس مجموعة البحاث ودراسات الاستراتيجية من عمان أشكر دكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي الدراسات الاستراتيجية ومن أربيل الأستاذ كفاح محمود شكرا لك أستاذ كفاح الباحث والمحلل السياسي أهلا وشكر موصول لكم سادتي على طيب المتابعة إن شاء الله باشر حلقة جديدة من بالعراقي دائما تابعونا وخليكم ويانا على مواقع التواصل في أمان الله اشتركوا في القناة